موسيقى نعم أجمل إذا عشنا حياتنا بالشكر قرار الشكر نريد أن نتخذ قرارا في هذه الأيام العظيمة يتعلق بالشكر شكرا شكرا ثم شكرا ثم شكرا كلمة دائما ما نرددها ونسمعها في إعطاء عبارات الثناء وإزداء بعد من يقدم لك لكن لو عرفنا ما هو حقيقة معنى كلمة الشكر سبحان الله حقيقة معنى كلمة الشكر هو أن يصرف العبد جميع ما أنعمه الله سبحانه وتعالى لله جل وعلا جميع ما أنعمه الله سبحانه وتعالى به أن يصرف الشكر له جل وعلا والشكر أعلى مرتبة من الرضا أعلى أعلى مرتبة من الرضا سبحان الله الله سبحانه وتعالى يقول وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يقول الحسن البصري وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنْ طَاعَتِي وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ يعني معناته عكس الشكر الكفر الكفر جحود النعمة جحود النعمة طيب فيه فرق بين الشكر والحمد أكيد الحمد يكون باللسان والشكر يكون بثلاثة الأمور أول أمر شكر بالقلب يكون هنا يقين أن هذه النعمة من رب العالمين كما أخبر الله في كلامه وفي كتابه وما بكم من نعمة فمن الله ثانيا أن يمدح وأن يثني على الله عز وجل على أنعم عليه بهذه النعمة وأن يعترف بلسانه أن هذه النعمة من الله سبحانه وتعالى سبحان الله هذه تصدق يحقق فيها حتى علامة من علامات القلب السليم نعم أنا لما أرجع الفضل لصاحب الفضل لله سبحانه وتعالى هذا دلالة على أن قلب سليم أثني على الله وأمدح الله وأقول يا رب هذه النعمة منك وحدك لا شريك لك سبحانه وأتحدث بهذه النعمة كما أمرنا الله عز وجل في خواتيم سورة الضحاء وأما بنعمة ربك فحدث والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في أذكار الصباح والمساء أن نشكر الله عز وجل بهذا اللساء قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر وهذا من الشكر باللساء وثالث نوع من أنواع الشكر أن يسخر هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل للإنسان عطاء الله عز وجل موهبة معينة عطاء الله صوت جميل يجعله في خدمة دين رب العالمين عطاء الله عز وجل علم في الكمبيوتر في التقنية الحديثة يسخرها في خدمة دين الله عز وجل عطاء المال عطاء الله عز وجل المال يشكر هذا المال اسمحولي بمثل شرع لو أنا أو واحد خلينا نضرب مثل بعيد واحد عنده صاحب قال له ذا الجوال هذا الجهاز هدية مني لك أنا بتكلم الآن عكس الشكر هذا الجوال هدية مني لك والفاتورة آخر الشهر لو أنها بآلاف الدنانير والريالات أنا اللي راح أسدد هذا الفاتور أنت صاحبي أنت صديقي خذ هذا الجوال اتكلم فيه الفاتورة على حسابي جاء الشهر الأول الصاحب سدد عن صاحبه جاء الشهر الثاني الصاحب سدد عن صاحبه جاء الشهر الثالث والصاحب سدد عن صاحبه جاء الشهر الرابع اكتشف هذا اللي أهدى الجوال لصاحبه وقاعد يسدد فواتير أن صاحبه يخون بهذا الجوال وينتهك عرضه بهذا الجوال ويغازل أخته بهذا الجوال وبهذه الفاتورة اللي هو قاعد يسددها ايش راح نقول عن هذا الصاحب ايش راح نقول جاحد ناكر للجميل ولهذه النعمة ولله المثل الأعلى هذا حال كثير من الناس مع الله سبحانه وتعالى أعطاه الله عز وجل نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة اليد ونعمة القدم ونعمة الكلام ونعمة الصحة والعافية وقليل من عبادية والشكور سبحان الله شخص أبو حسين تأمل الأنبياء حالهم مع الشركة الله سبحانه وتعالى يقول عن داود وسليمان ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وكذلك سليمان حاله مع الشكر عجيب دخلت نملة سليمان دخل على وادي نم فتكلمت هذه النملة وهذه آية من آيات سليمان من آية الله عز وجل بثها لسليمان وأكرم به نبي الله سليمان سليمان عندما سمع كلام هذه النملة تبسم ضاحكا من قولها الله عز وجل يقول فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وكذلك حال نوح عليه السلام مع الشكر عجيب الله عز وجل يقول ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا كان عبد شاكر لله سبحانه وتعالى وكذلك إبراهيم عليه السلام الله عز وجل يقول عنه شاكرا لأنعمه اجتباه ونداه إلى صراط مستقيم وإبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى أخبر أنه كان يدعو الله ويقول ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق والله الحمد لله إن ربي لسميع الدعاء الإنسان في هذه الأيام العظيمة كيف يحقق هذا المعنى معنى الشكر وفعلا يشكر الله عز وجل في النص دقيقة الأخيرة أن يجعل كل جوارب كل أنفاسه كل أوقاته كل لحظاته في رضى الله والذي رفع السماء بغير عمر أن هناك ناس في قبورهم يتمنى لو يصوم يوم من رمضان ويتمنى لو يقوم ركعة في ليالي رمضان اختارك الله وأنعم الله عز وجل عليك بنعمة الحياة فاشكر الله عز وجل على هذه النعمة إذن اتخذ قرارا بالشكر بأن تبادر إلى طاعة الله عز وجل في مثل هذه الأيام العظيمة لتكون حياتك مع الله أجمل اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمتها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا يا رب العالمين اجعلنا إلهنا من الشاكرين اجعلنا إلهنا من الشاكرين يا رب العالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلم ذاقا كدمعا يريح الجنان نتوب نذوب اشتياقا إلى الله في كل آن فلا شيء أحلم ذاقا كدمعا يريح الجنان حياتي مع الله يا جمل حياتي مع الحياة وقلبي لي تبتل صياما دعاء صلاة ترجمة نانسي قنقر